اعتذر ان ببدأ بخبر حزين يعني لان فقدم النهاردة اشهر طفل في تاريخ السينما المصرية شوفوا اولاد مثله وطلع اجيال وحاجات من ايام لبيض وشود من ايام طائية لخفة واشاعة حب ومعبودة الجماهير وافلام كثيرة جدا شارك فيها الفنان الراحل احمد فرحات احمد فرحات كان بيتمتع بخفة ظل شديدة وكان طفل شائل وموهوب وان كان اختفى عن التمثيل وفي تصرحات قريبة كانت مع موقع القاهرة 24 قال لهم فيه ان انا يعني بقول له زملائي ما عادش حد بيسأل علي خالص انا جي لي مات اللي مسلت معهم ماتوا لانه كان طفل ومحدش بيسأل عني وانا مش طالب اي حاجة غير انهم يسألوا عنه الرجل كان مبسوط ومش محتاج مساعدته ومش محتاج اي حاجة هو تعرض لازمة صحية شديدة طريقة اعتقد مبارح جالوا جلطة في الموق دخل على اترها العناية المركزة زوجته اعلنت منذ قليل وفاته فالبقاء والدوام لله في البسمة والضحكة التي اسعدتنا واسعدت اجيال واجيال واجيال احمد فرحاتس يظل في التاريخ في ناس كده دخل التاريخ وهو عيل يعني ليس له ادوار وهو كبير مؤثرة او نفتكرة لكن دخل تاريخ السينما بطفل وهو طفل اشتركوا في القناة